اهلا بكم من جديد في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة كبيرة وتخضع معظم علاقاتنا لسيطرة الآلة أصبحت المهارات الشخصية في العمل أكثر أهمية للحصول على وظائف والاستمرار لها نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الليلة الدكتور إيهاب خليل استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك أنا سعيد جدا أكون في برنامجك المتميز وبوصل لك سلامات ناس من خارج مصر كمان بيحبوا برنامجك كتير ودي حقيقة شكرا مجموض مشترك عشان بيشوفوني دلوقت شكرا جزيلا في البداية اسمح لنا يا دكتور نتابع بعض أراء الشباب حول تفضيلهم للوظيفة أم لبدء مشروع يخصهم ونبدأ الحديث بعد بالنسبة لنا تعتبر وظيفة سابتة لأن بالنسبة للمشروع أنت في يوم مكسب يوم خسارة فحاجة مش مضمونة لكن مكسب يعني لكن وظيفة حاجة مضمونة أكتر يعني وبالذات موضوع المعاشات وكده بتبعها حاجات موجودة وهتلاقي حتى معظم ثقافة الشعب أي حد مثلا مقتدر معها فلوس بيحطها في البنك بياخد الفوائد بتاعتها كمرتب شهري كتعوض مثلا عن وظيفة وحاجة زي كده ست البيت اللي عندها أولاد ومسؤولة عن أولادها وبيتها الوظيفة لها أفضل لكن المشروع عاوز وقت فراغ ومحدش مسؤول يعني لو لو أي حد عنده وقت فراغ ممكن يكون اللي اتنين خصوصا لو ده مش اتعرض مع ده بس لو حاجة واحدة بس فأكد الوظيفة إنها ثابتة ودخلها ثابت غير المشروع لو ما بكون مجاسفة مكسب خسار أو كده لو في مشروع مثلا كويس أو كده بيبقى أفضل طبعا أنا مثلا مش شغال عند حد أو الكلام ده كله وفي حاجة تانية برضو إن أنا مثلا لو في أنا شغال في شغلانة كويسة مثلا يعني دخل ثابت برضو بيبقى أفضل في تأمين في كلام ده كله بقى لها موايزات برضو طبعا وكل حاجة فأميني وعامتا أنا بكون أريح لي أن الكل عندي مشروع أنا لصاحب المشروع الوظيفة دي لازم يبقى فيه كورسات وحاجات كثيرة قوي عشان ألاقي وظيفة حلوة ومحترمة إنما حوارين مشروع أن أنت تبقي عاملة كيان لنفسك وتكبر نفسك أنا ده اللي بفضله الوظيفة يعني ده تبقى مصدر ثابت فدي حاجة حلوة وممكن من خلالها تفتح مشروع بسيها طبعا الأولويات تبقى للوظيفة يعني المشروع مش مضمون ممكن يبقى فيه خسارة ومكسب لا أنا بفضل يبقى لي مشروع عشان بيكون بحيث أن أنا هيكون لي حريتي فيه وليه مثلا مشروع خاص لي بنفسي إن أنا هعرف هديره هعرف مثلا الحسابات والمانيجمنت وهعمل كل حاجة لوحدي بحريتي من غير ما حد يدخل فيه أو من غير ما حد هيقول لي أنت هتعملي كذا أو كذا إذن آراء مختلفة للشباب والملفت أنه كثير من البنات بيفضلوا يعني بدء مشروع يخصهم حضرتك إيه تقييمك لهذه الآراء في البداية؟ طيب قبل ما أقول رأيي أنا الشخصي أحب أقول الموضوع يختلف من إنسان لإنسان فيه إنسان اسمه مبادر وفيه إنسان منفذ وفيه إنسان تابع المبادر ده بيبقى عايز يعمل حاجة عنده حلم اللي هي البرسونال فيجن عنده حلم إنه يبقى رجل أعمال عنده حلم إنه يبني حاجات اللي عايز وظيفة برضه عنده حلم بس حلمه محدود يعني هو عايز يخش لي معظم الشباب قالوا إحنا عايزين سافتي يعني مش عايزين نخش في مخاطر أصلا وظيفة ممكن تكون فيها مخاطر يعني إزاي؟ إه إنت ممكن تخش الوظيفة وما تنجحش في الوظيفة ويقولولك مع السلامة المخاطرة موجودة في كل حاجة لكن النقطة اللي يعني فعلا غير مضمون أنا خايف أنا كذا إنت خايف لما ما تكونش عارف إنت مين قدراتك إيه ومهاراتك إيه ودارس المشروع ولا لأ ولذلك إحنا بنقسم الناس لأربح حتة حاجة اسمها الدكتور جهاري عمل حاجة اسمها المنطقة المفتوحة اللي هو بيعرف نفسه وعيه الذاتي يعرف مهاراته والآخرين يعرفوا المهارات دي عنه ده البروفيشنال الليدرز اللي بيبقوا فعلا بيبنوا في البلد يعني شخص يدرك ما لديه من قدرات وبيقدر يوصلها للناس أنه الناس يشوفوه بنفس الطريقة دي دي قوية إذا حداتك مثلا مذيعة مشهورة معروفة عرفة قدراتك والناس عرفها أنت إيه وصلت للناس برنامجك في مذيعة ياب تبقى ما عندهاش القدرات دي فما تقدرش توصل لإيه للنجاح ده حاجة عندنا حاجة تانية اسمها المنطقة الخفية أنا أعرف نفسي وأعرف قدراتي بس الآخرين مش عارفين ليه بقى معرفتش أوصل المهارات اللي عندي للآخرين تسويق الشخص الذاته لنفسه دي حاجة برضو وبعدين عندنا بقى مشكلتين تانيين حاجة اسمها المنطقة العمياء شوفي حتى اسمها العمياء إن أنا مش عارف أنا مين لكن غيري يعرف أنا مين هنا بقى خطير جدا لوحد خبيث أو شغل خبيث يستغلك وإنت مسكين مش عارف إيه قدراتك وكذا والأخيرة ودي للكثير من الناس للأسف اللي ما عندهمش أي طموح اللي هو لا يعرف نفسه ولا الآخرين يعرفوه وده بيكون دايما محبط وكذا طب ده يرجع لإيه في الأول والآخر تفكيرك إيه في قاعدة ذهبية بتقول تفكيرك يؤدي إلى مصيرك أنت لو بتفكر على طول في سلبيات حتقول لنفسك كلام سلبي حيؤدي إلى أفعال سلبية حيؤدي إلى عاداتك حيكون سلبية شخصيتك سلبية مصيرك مش هيكون إيه بعد توفيق ربنا طبعا إنما الناس الإيجابية الناس المبدعة دول بيفكروا الأول دايما في تفكير إيجابي وبعدين يتحرك إيه لأنه يتكلم نفسه ويعمل حافظ لنفسه إن أنا لازم أنجح يبقى لازم أتعلم يبقى لازم أعرف وبالتالي شخصيتك بتتطور هنا بقى إزاي تعرف شخصيتك وإزاي تعرف الحاجة دي دور الحقيقة الناس المتخصصة يعني ما ينفعش هو يعرف لوحده يعني البعض بيقول أنه التنشئة لها دور كبير المدرسة المناخ العام لكن واجب على كل شخص أنه بعد مرحلة معينة يلجأ لمتخصصين لمحاولة اكتشاف هذه المواهب طبعا في دلوقتي يعرف لك حتى أنت شخصيتك إيه وإيه الوظيفة اللي تصلح لك وإيه المجال بتاعك قبل ما تبدأ أي حاجة عشان ما تضيعش وقتك ومجهودك مين اللي نروح له في حاجة سكر؟ تروح للناس المتخصصة يعني خبراء تنمية بشرية؟ طيب عشان حضرتك أنا في برنامجك أنا عامل مبادرة بسيطة وهتيجي من عند حضرتك أنا الموضوع ده عامله لكل شعب مصر الشباب اللي مش عارف قدراته هنفتح له هذه الاختبارات مجانا علشان يعرف أنا إيه وبالتالي يحط لنفسه خطة مستقبلية أنا أقدر أفتح مشروع ولا لأ أنا أقدر أخش وظيفة ولا لأ إيه المهارات اللي تنقصني عشان أطورها وبالتالي هكون عندي ثقة بنفسي لما آجي أفكر هل أروح لمشروع ولا أروح لوظيفة ما أقولش عشان أنا خايف لأ أنت عرفت بقى دلوقتي إيه قدراتك وتكون مبادر ده أنت لما تيجي تعمل بنفسك حاجة اسمها بيزنس موضة الكامبس ده صفحة واحدة نعلمه لك تقدر تشوف المشروع دوت هينجح ولا مش هينجح هذه مبادرة أهلية أنا مصري وده برنامج مصري وإحنا تحت مبادرات مصرية أنا شفتها هنقولها بعد شوية لبعد إذنك أنا فجئت بيها أن الحكومة مقدمة مبادرات في منتهى الروعة لريادة الأعمال ومستحجب أنا إزاي أنت تخاف وعندك يعني حلم كبير تقدر تحققه يعني الحقيقة الدولة بتحشد كل الموارد لهذا أنا على فكرة مش مطلع بس طلعت فيه جهاز إذنه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوصلة بالذب ده خطير جدا وبعدين ده تابع وزارة الصناعة دخلت وسألت زملائي اللي موجودين في مصر مدة طويلة وكده الموضوع مفتوح بس محدش كتير بيروح ما فيش مبادرون ما فيش شباب يقدر يخايف لأنه قصة الخوف من المخاطرة أو المجاسب هي ما فيش مخاطرة إحنا على فكرة إحنا أكثر ناس ما نخليش حدي خاطر إذا المخاطرة أكثر من 10-15% نقول له ما تخشش المشروع بس لازم أنت تعرف أنت مين الأول وخضراتك قد يكون المشروع ده تفيد نفسك وتفيد مجتمعك وإنت تبقى في عالم تاني خالص غير الوظيفة فيه مبادرة البنك المركزي تخيالي بفايدة 5% بس يعني أنا كنت أتمنى أرجع شباب تاني وأعمل الحاجات دي وفيه مشروعك إذن فيه تحفيز من الدولة فعلا يعني إزاي بقى يبقى التمويل موجود وإنت خايف وإنت المولد البشر اللي هو أنت خايف لأنك مش واثق من نفسك تعال بقى نديك الثقة إزاي نرجع لل بيزنس موديل كانفاس بيزنس موديل كانفاس دوت قبل موضوع دراسة الجدوى يعني إحنا دراسة الجدوى المشروع ده حيخسر أو حيكسر طبعا أنا كله بقى مشروع بقى عايزه أروح أعمل دراسة الجدوى وأخسر فلوس أو أخسر الدولة فلوس لا خليش دراسة الجدوى لما كن أنا الأول مقتنع إن الموضوع دوت حيفيد إيه ده صفحة واحدة بندربك عليها بتقدر تعرف الموضوع دوت حيتقدم لمين وعندي الإمكانيات ليه كبش يعني كشخص كشخص وكده وتقدر تطلعه بالزبط أنا حكسب ولا مش حكسب بعدين تروح بقى للمتخصين لدراسة الجدوى عشان تتأكد يوما ما فيش حتة المخاطرة هو اللي أنتوا خايفين منها يا شباب يوما اللي تكلمتوا ما تخافوش لأن إيه فيه حاجات الأول قبل موضوع ما تخش مشروع ما أنا ما خشش مشروع كده على طول لأ إزاي تدرس المشروع أنت بنفسك وبعدين تبقى عندك الحافظ إنك لما تشوف إن فيه أرباح وتشوف إن فيه حاجات مدروسة وإنت تبقى عارف إنك تقدر تدير وعندك المهارات وعندك الأمور اللي تخليك كده يبقى حاجة أتوقع روعة صحيح بس المشكلة إنه معظمهم ما يعرفش أنا مين هو في الحتة يا الخفية يا لإيه يا العمياء فكرا لحضر ودي أسوأ حاجة يعني بالذات يعني أنا في نظري المنطقة العمياء هي الأسوأ لأنه الشخص بيستغل على الأقل في آخر كاتجري لهو فرق معي ولا مثل هنين عارفين طيب قد يتصور البعض إنه في هذا العصر الذي يشهد تطور تكنولوجي رهيب إنه الدراية بالتكنولوجي هي أهم الشيء لكن بس تشعر من كلام حضرتك إنه المهارات الشخصية ربما تكون أهم في هذه الأجواء طبعا حضرتك التكنولوجي موجود دلوقتي في الستوديو موجود وحضرتك مش موجود البرنامج هيمشي يعني كنت أحب أقول لا بس هو ممكن يمشي على فكرة هنجيب إيه هنجيب واحدة آلية تتكلم هنجيب واحدة آلية تتكلم هل أحب أفي التفاعل والناس هتوقت تتفرج عليها ممكن مش عارف طيب هنجيب بعض الوظيف يعني شوفي موضوع التكنولوجي لازم بس موضوع الإنسان الكلام ده قلناه قبل كده دايما أهو إحنا بقالنا كام سنة يمكن أنا كنت هنا من سامتين تقريبا وتكلمنا على الموضوع ده ما زالت الوظائف بتاعت الإنسان موجودة وما قدروش إنهم يلغوها تماما الزراعة والحاجات دي بيجيبوا بس مين اللي يعمل الصناعة مين اللي بيدير مين اللي بيدير فإنت دلوقتي مدين لك فرصة إنك تدير مشروع ممكن أنت بقى تستغل التكنولوجي وتعمل حاجات جديدة بس مش هيجيبوا التكنولوجي يبقى هو مدير المشروع مش عاملين القرد ده للآلة تيجي تأخذ القرد عاملينه الإنسان اللي هم الشباب بتوعنا الجميع الدول اللي عايزين ينجحوا وينجحوا البلد اللي الدولة الحقيقة بالحاجات دي أنا سعيد جدا ما كنتش متخيل كده أنا كنت فاكر إن برة بس قاعدين يعملوا كده تلقى إن الدولة عاملة حاجات كتيرة الدولة فعلا عاملة برامج كتير أشكرهم لأن البرامج دي إيه اللي ناقصنا؟ ناقصنا الموارد البشرية رجعنا تاني فلوس لوحدها مش هتعمل حاجة تكنولوجي لوحده مش هتعمل حاجة تعال بقى أنت علشان تعمل مشروعك تنجح لازم تطور مهاراتك بعد أما الشخص يعرف المهارات اللي بيتميز بيها واللي يقدر يقتحم بيها سوق العمل لوظيفة أو حتى لمشروع بيديره إيه الخطوة التانية؟ أول حاجة لازم نعرف الغرض من المشروع أنت عايز إيه من المشروع ثم في حاجة طبعا الأهداف بتاعت المشروع الأهداف دي بقى شغلانة كبيرة فيها سمارت جولز ولازم تبقى محددة وبعدين نعمل البيزنس موضو الكامفيس عشان نطلع الخطوة الأولى دي خلصت نبدأ نخش الحاجة سمها دراس الجدو عشان تطمئن وما تخافوش بعدين نخطط نعمل بلان بقى حنبدأ من إمتى ونخلص إمتى وحنجيب مين وكذا بعد ما نعمل التخطيط ده التخطيط ده من أهم الحاجات لازم الناس تدرس حاجة اسمها تخطيط يعني مش لازم يكون مخطط يعني كبير ولو ما بيعرفش يخطط بشكل جيد ممكن يستعين بشخص يساعدوه إحنا بندي حاداتك دورات لناس في خمس أيام تخطيط استراتيجي بس يكون عندهم شوية خبرة يعني عملوا خطة استراتيجية ما فيش حاجة مستحيلة هو دي مش معمولة الناس معينين اللي عنده شغف لحاجة اللي بيحب حاجة والله يا فندم حتلاقيه بيسعى إليها بيحارب عشان حلمه اللي ما عندهش حلم ده ده مشكلة كبيرة والأسف مؤزم الشباب عايزين إلا من رحم الله عايزين الحاجة تجيلهم لغاية عندهم عمر من مشروع بتاعك حجيلك كنت قاعد ويبقى سافتي 100% ويبقى كل حاجة كبيرة يقول لك خد فلوس فيش حاجة كده في العالم انت فيه بتحارب علشان حاجتك بس احنا نطمنك انك تعرف مهارتك نطمنك ان انت مش داخل في مخاطرة ما فيش دولة بتدخل شبابها في مخاطرة يعني بالعكس بس انت اعرف نفسك الأول دي مين اللي حيعا لو انت مش عايز هنعرفك ازاي هنروح لك البيت نعرفك نفسك تعالى اتعرف على نفسك نمي مهارتك الوقت فيه حاجات جميلة إيجابية يبقى انت ناقس انت انت ناقس انت تعالى تعلم احنا نحدش قال لك وبنقول لك يا سيدي ما عندكش فلوس تتعلم احنا فيه مبادرات كتيرة وندعو كل الناس المتخصصة في مجالات التطوير وفي مجالات ساعدوا الناس دول أولادنا ساعدوهم ادوا بعض من وقتكم الخدمة المجتمعية دي لا وبتتزايد مع وجود حضنات والتمويل الملائكي ويعني فعلا لها قطعات كثيرة ازاي الشخص بيقدر يعني بيعرف أبرز المهارات المطلوبة حاليا بجانب المهارات الشخصية اللي بتكون عند كل شخص وبتكون متفردة ايه المهارات الأخرى اللي بيتطلبها سوق العمل حاليا طبعا احنا ما نقدرش نقول ايه المهارات المهارات كتيرة جدا كل وظيفة ليها مهارات وزي ما قول حديك فيه اختبارات بتحصل حتى يقولك انت مناسب للموضوع دوت ولا مش مناسب لديه البعض يتحدث مثلا عن مهارة شخصية وهي المرونة او انه يتواءم مع اي ظروف بالذات في يعني وقت اصبع فيه تغير ادارات الشركات ووسط الاستحواذات يعني امر اصبح عادي انه النهاردة بنشتغل تحت اسم ما وبكرة بنشتغل تحت مظلة شركة اخرى بربو على السؤال ده اهانيكي الناس اللي بتنجح في جميع الاحوال مع كل الناس مع جميع الادارات دول الناس اللي عندهم حاجة اسمها effect communication والnegotiation اللي هو التفاوض والتواصل ودي عملية تتقال كده لكن دي عملية عميقة جدا يعني الناس منها المرونة دي جزء من الموضوع الناس اللي عندهم التواصل اللي بيعرف يتعامل مع جميع الانمار والمواءمة يا سلام فالناس دي بتنجح نجاح باهر ما فيش حاجة اسمها اصل اللي قدامي ده مش زيه هو مش المفترض ان الناس كلها تبقى زيك ده الكلام ده ممكن تختار زوجتك تختار صاحبك اوكي لكن مش هتختار كل الناس بنفس مجالك انت او بنفس شخصيتك فبالتالي البروفيشنال فعلا او الانسان المتميز هو اللي بيعرف يتعامل مع جميع الانمار ولذلك هي انماط موجودة لو درستها وتدربت عليها تبقى سعيده انت بتتعامل ازاي تصل الى نتيجة مش ازاي انك ايه انك تقول انا مش نفس مستوايا لا انا بتعامل مع كل الناس وتصل الى نتيجة وتفاهم دول الناس اللي بينجحوا في كل الشغل حضرتك حتى في دراسة عملت عشر تلاف واحد يعني وصفوا بالنجاح الباهر يعني من مجموعة محترفين لقوا ان من اهم الحاجات اللي وصلتهم للنجاح هو الافكت كومان كيشن التواصل الفعال ليه لانه بيعرف يتعامل مع اداراته اللي فوق وبيعرف يتعامل مع الناس اللي في نفس مستوى وبيعرف يتعامل مع الناس اللي ايه اللي هو بيدرهم دول الناس طبعا جمدة جدا وازاي يتفاوض انا ازاي يتفاوض اوصل وجهة نظري النهاردة بقت الناس عصبية جدا كله عايز يفرد يعني بس ما ينفعش تفرد بالقوة يمكن بيحضرني اكتر شيء بيثير توطر للموظفين انه مثلا عندما يتفاوضوا على زيادة الراتب بتكون ازمة يعني كيف ياخدوها على نفسهم ولو ما توافقش على الزيادة بيسيبوا المكان ممكن ما يكونش عندهم بدأت ودي مشكلة برضو في التواصل يعني مثلا انت كمدير المفترض لما تدي لحد بوزيشن اعلى لازم تعرف الناس ليه انا اديته في معايير ما يبقاش ايه مجرد ان انا اديت ده عشان انا صاحبي او كذا واحيانا يكون هو يستحق بس ما وضحش للناس المعيار ايه في الاختيار دي كلها تواصل وتفاوض ازاي تفاوض مع الاخرين واصل معهم الى نتائج ايه وهل هي مهارة يمكن تعلمها انه التواصل الفعال لانه فيه ناس بطبيعتها بتمتلك هذه الموهبة والبعض الاخر بيكونوا زي ما بيقولوا انتروفرتز او يعني لا يحبوا التواصل مع الاخرين او لا يجيدوه تمام ده بيحصل بالتدريب حقيقة فيه ناس تغيرت كتير الدورات التدريبية على مستوى عالي بتغير الناس حتى دلوقتي حضرتك الشركات الكبرى الناس اللي فيها على مستوى متميز بيفرضوا عليهم الدورات التدريبية ليه؟ عشان يطور المهارات بيتم تقييمهم حتى على هذه المهارات في التقييم السنوي طيب حصل حضرتك سؤال اخر بيهم الكثيرين كتير من رواد الاعمال اما بيكون بيبتدوا مشروع زي ما بيقولوا بيعتبروا الوليد الخاص بهم بيجوا في مرحلة ممكن يعني مؤسسة اكبر تستحوذ عليهم لكن بيرفضوا انهم عايزين يستمروا في الادارة ويمكن ده يقفوا قدام التوسع حضرتك بتنصحهم بيه؟ طبعا كل حالة تختلف عن الاخرى ولكن دائما الوقت الاتحادات هي اللي بتعمل قوة فما فيش حاجة اسمها أنا في السوق ضعيف ويجي لي حد عايزة تحالف معايا طالما فيه تفاوض التفاوض دي عملية جدا جمدة هل انت حتكون خسرا ولا فيه win-win situation لو فيه win-win situation why not يعني انت اللي هو يعني it's okay زي ما بيقولوا ان الواحد يسيب الـ project اللي بدأوا المشروع اللي بدأوا علشان يشوف حاجة تانية وعلشان يكسب منه لا احيانا حضرتك فيه الناس المتميزة برجال الاعمال لما يلاقوا موظف قوي عندهم هو اللي يعني عامل شغل كتير بيدخله شريك عارف حضرتك يعني ايه دخل موظف شريك يعني بيخليه انه عايز يضمن انه معاه يضمن انه معاه فدوت ليه ما يقولش دي حكتي وانا كذا بالحكس هو عايز يطور لازم المنتاليتي تتغير بقى يعني مفيش حاجة اسمها هي حكتي بس الدنيا دلوقتي بقت قرية صغيرة وكله شايف بعضه وازاي عشان تنجح فيه سباق دلوقتي سباق شديد فيه سباق في المهارات سباق في التكنولوجي فيه شركات كانت كبيرة ووقعت ليه مفيش تطوير مفيش فلذلك احنا دايما بنقول الشباب ايه ما تحاولوش دايما تكونوا خايفين الاول اعرف نفسك كويس حتى الخوف انهم يطوروا المشروع ومجرد ما قلت لهم حضرتك السؤال ليه كده لا انا خايف من مخاطرة ومين قالك ان فيه مخاطرة ايو فاهمني فلازم انك انت تتحاول مرة واثنين وثلاثة خاصة من المبادرات الجميلة اللي موجودة في البلاد دلوقتي وخاصة مصر مصر عاملة مبادرات جميلة الحقوها فعلا احنا ايامنا ما كانش فيه الحاجات دي تحقيقة انا بشكر حضرتك جدا على هذه الرسائل الايجابية لانه بالفعل هذا ما نحتاجه الان الدكتور ايهاب خليل استشاري التنمية والتخطيط الاستراتيجي اشكرك شكرا جزيلا على وجودك شكرا يا فانما انا مبسوط جدا وفرصة سعيدة مرسي جدا مشاهدينا نتوقف مع فاصل اخير وبعده نلتقي دكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات نتحدث معه عن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي كونوا معنا نتحدث معه عن توقعات صندوق النقد الدولي نتحدث معه عن توقعات صندوق النقد الدولي